اهلا وسهلا بحضراتكم الفرعي لاستاذ رادس هيتمرنا النهاردة وبكرة على الملعب الفرعي وان شاء الله الجمعة تبقى التمرينة الاساسية على ملعب المباراة كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي المباراة بفكر حضراتكم هتبقى يوم السبت ان شاء الله الساعة ستة بتوقيت القاهرة خليني اقول لحضراتكم فيما يتعلق ب طهر محمد طهر ومحمد مجدي افشا دكتور احمد ابو عبل الحقيقة يمكن قال انه الاثنين جاهزين بنسبة مية في المية الاثنين تم شفاقهم من اصابتهم سواء اللي تعرض لها طهر مع المنتخب الاليمبي او اللي تعرض لها افشا في اخر مباراة النادي الاهلي في مطش نهضة بركان والاثنين سلام بنسبة مية في المية تبقى مشاركتهم خضع لقرار مستر موسيماني اذا كانوا من الناحية الطبية الاثنين سلام مستر موسيماني يحدد اذا كانوا يقدروا من ناحية الفنية بقى يكونوا موجودين في الملعب المباراة بشكل اساسي او يكونوا اوراق ربح الاثنين الحقيقة مؤثرين جدا وخصوصا في المسور الاهلي في افريقيا في الفترة الاخيرة الاثنين كانوا وصلوا مستوى محترم جدا وبمناسبة التدريب خليني اقول حضراتكم كمان انه السلاسي علي معلول عليو ديانج وولتر بواليا التلاتة طبعا اللي كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم دوليا في فترة الاجندة الدولية انضموا وانتظموا في معسكر الفريق في تونس وهيتمرنوا مع الفرق النهاردة اول تمرين لها ان شاء الله مفترض انه التمرين ممكن يكون على وشك انه يبدأ او بدأ من دقيق هنتابع طبعا وهنروح تونس ونعرف اخبار تمرينة النادي الاهلي ايه النهاردة ويمكن زي مع الزومة اللي بيبلغوني انه التمرين بدأ بالفعل اول تمرين لنادي الاهلي طبعا تمرين تنبارح كانت في القاهرة يعني الفرق اتمران تنبارح في القاهرة وبعد كده اتحركت للمطار ومنها وصلت تونس اول تمرين النهاردة بدأت بالفعل في تونس والحقيقة يمكن من شكل وحجم استقبال بعثة النادي الاهلي مبارح في تونس يبين قد ايه الحقيقة الاهلي فريق او نادي الحقيقة مش بس فريق كورة لكن النادي كمان ليه قدر كبير جدا البعثة اللي بترأسها كابتن الخطيب كان في استقبالها طبعا السفير المصري في مطار خرطاج في تونس سفير مصري ايهاب فاهمي وايضا رئيس نادي التراجي كانوا في استقبال بعثة النادي الاهلي واستقباله كابتن خطيب بالورود في مشهد الحقيقة بيعكس وبيترجم حجم وقادر النادي الاهلي على مستوى الكورة العربية والافريقية وسائل الاعلام في تونس يمكن عموما يعني بيبقى فيه بيبقاش فيه تسليل دوء خصوصا في المطارات الكبيرة دي قبلها بفترة يعني ممكن تلاقي اليوم اللي قبل المطش او يومين بالكتير قبل المطش